موسيقى تحية طيبة مشاهدين جدل أثارته فتوى إدارة القانون حول وضع منظمات المجتمع المدني في ليبيا إذ ومعد حكم قضائي من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بوقف العمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 286 للائحة التنظيمية لعمل المفوضية وشامل الحكم بالنفاذ المعجل لجأت المفوضية لكل الجهات طلبا في قرار أو قانون ينظم عملها حتى وصلت المفوضية إلى باب إدارة القانون في أواخر نوفمبر الماضي ليصل الرد صادما للمفوضية ولكل المنتسبين لها مؤخرا عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية التي لم يتم تأسيسها استنادا على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 أي بمعنى أي مؤسسة أو جمعية أهلية وما في حكمها تأسست منذ العام 2011 حتى اللحظة في حكم اللاغية لكن كيف تسقط كل القرارات المنظمة السابقة كأنها لم تكن وما أسباب تمسك منظمات المجتمع المدني بالقرار الرقم 286 وما هو مصير هذه المؤسسات الآن خصوصا أن كل المجالس التشريعية تجاهلت سنة قانون ينظم عملها في البلاد وألا يكفل الإعلان الدستوري المؤقت وحده في مواده 7 و15 الحريات الأساسية تكوين الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني كما والتساؤل المطروح لماذا تصدر هذه الفتوى في هذا التوقيت بالتحديد هذا هو موضوعنا في هذه المساحة من نسخة إلى الرأي العام نطرح أسيرتنا ونناقش ونترك لكم فهم الإجابات المجتمع المدني برلمان يتجاهله قضاء يمنعه فأهلا بكم اليوم وبعد 12 سنة من اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير باتت مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا تواجه تحديات غير مسبوقة فقد بددت فرصها في الحصول على التشريع المناسب الذي تضمن به بقاءها ويعزز وجودها بقوة القانون جهود جمع بدلتها مؤسسات المجتمع المدني للمشروع قانون قدمته لمجلس النواب ظل حبيس الأدراج للسنوات فقد أخترت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء مفوضية المجتمع المدني بعدم قانونية كل منظمات المجتمع المدني المؤسسة بعد 2011 معللة ذلك بأن الإعلان الدستوري نص على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني شرط صدور قانون من السلطة التشريعية ينظم تأسيسها وضوابطها وأهدافها ومصادر تمويلها اشترط وجود قانون كان بحجة أن لا تستغل المنظمات الإضرار بمصلحة ليبيا خلف شعارات ظاهرها المدنية والديمقراطية وباطنها تمزيق المجتمع وإن كل المنظمات المبنية على لوائحة من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي والعدم سواء وعلى الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011 هذا فيما يرى قانونيون إن مسودة قانون تنظيم مؤسسات المجتمع المدني متوفرة لدى السلطات التشريعية منذ أكثر من عشر سنوات وأن غياب النص التنظيمي والتشريعي هو تقاعص طرف المؤسسة التشريعية عن تنفيذ التزاماتها الدستورية ولا يمكن أن يتخذ حجة ضد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وذريعة لإهمال نص دستوري أساسي يتعلق بحقوق الإنسان بل الأجدى محسبة السلطات التشريعية المتعاقبة على إهمالها في إصدار التشريع المحال إليها منذ أكثر من عشر سنوات في المقابل اعتبر مراقبون أن فتوى إدارة القانون تقيد المنظبات المدنية العاملة في ليبيا وتخنقها بشكل غير مبرر ومحاولة لتقويد الحراك المدني ومؤسساته بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع المدني القوي قبل الانتخابات القادمة وأنها تمثل آراء شخصية تخالف نصوص الحريات العامة وحقوق الإنسان التي رسخها لإعلان الدستورية مؤكدين أن الأراء تلغي نصوصا دستورية ولا يمكن أن تحد من حرية الإنسان وحقه في تشكيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المكفولة دستوريا خاصة مع تقاعس المشرعين عن القيام بدورهم إذن نرحب بضيوفنا لهذه الحلقة رئيس مفوضية المجتمع المدني السابق الدكتورة عبير منينة رئيس المفوضية المجتمع المدني في مصرات سيد رمضان المعتيق والحقوقي من بغازي سيد رمضان العمامي كذلك رئيس مجلس إدارة منظمة منابع السلام سيدة آسيا الشوهدي أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا أبدأ مع أستاذ رمضان العمامي سيد العمامي بداية ما مدى قانونية الفتوى المقدمة من إدارة القانون وهل هي ملزمة؟ مساء الخير سكرا جزيلا للاستضافة تحياتي لك تحياتي لكل ضيوفك الكرام أهلا بك وتحياتي أيضا للمشاهدين أهلا بك في الحقيقة الفتوى هي قانونية لا يمكن الحديث عن مدى قانونيتها ولكن يمكن الحديث عن إلزامها من عدمه وفق اللائحة التنفيذية لتنظم عمل إدارة القانون في المادة الرابعة بالضبط تنص بصراحة على أن فتوى إدارة القانون هي ملزمة في حالة واحدة فقط في حالة تفسيرها للنص القانوني وتشترط أن يكون تفسيرها غير مخالف لأحكام المحكمة العليا في واقعة الحال أو الفتوى الصادرة التي نحن بصدد نقاشها هي صراحة فيها الكثير من الغرابة لأنها جاءت بناء على طلب من مفوذية المجتمع المدني بعد صدور الحكم في الشق المستعجد القضية المرفوعة أمام محكم الجنوب بنغازي بخصوص إيقاف القرار 286 وكان شق المستعجد القضى بوقف القرار وقف القرار 286 فبالتالي طلبت مفوذية المجتمع المدني الفتوى من إدارة القانون عن ما هو الإطار القانوني الذي يمكن تطبيقه ولكن إدارة القانون يعني صراحة غردت بعيدا خارج السرب وغالت كثيرا في فتواها بأنها لم تقف عند ما هو القانون واجب التنفيذ بناء على الفتوى ولكن وبوضوح أن هي متأثر مصدر الفتوى برأي شخصي أن أفتى بعدم قانونية كل مؤسسات المجتمع المدني التي نشأت من 2011 إلى الآن هو موقف غريب جدا من إدارة القانون وحقيقة الفتوى لما تطلع عليها هي ما هي فتوى قانونية بكل ما تحمل الكلمة من معنى هي فيها جانب قانوني بسيط ولكن أغلبها هي تعبير عن رأي شخصي تعبير عن عن توجس من مؤسسات المجتمع المدني تعبير عن نظرية مؤامرة إن صح التعبير وهدم القواعد وأسس المجتمع فحقيقة الأمر يحتاج إلى تفصيل كتب لا أسمح لي أن تقلل لدكتورة عبير منينا دكتورة عبير لماذا هذا التوقيت كيف تسقط كل القرارات المنظمة السابقة كأنها لم تكن يقول لك للأستاذ رمضان العمامي إدارة القانون غردت خارج السرب متأثرة برأي شخصي وهو موقف غريب تقديرا لا نتحدث عن القانونية قانونية الفتوى ولكن ما أتى في بعض من تفاصيلها أهم سالخير وشكرا للاستضافة وتحية لكل من يشاهدنا وللضيوف أيضا الكرام حقيقة لماذا التوقيت لأن أرسلت لهذه الإدارة رسالة بموجب هذا رسالة تم طلب الفتوى فيما يخص الوضع القانوني لللوائح المنظمة لعمل المجتمع المدني ما بين أيهما أصحه وما هي اللائحة التي من الممكن احتمادها وبالتالي ردت إدارة القانون بموجب القوانين والتشريعات المنظمة للأسف يعني هناك صح مغلاء وهناك فيه نوع من التطرف منكم لمسة من خلال بعض الجمل أيضا في هذه الفتوى ولكن هما وجدوا حقيقة إدارة القانون وجدت المبرر لأن تخرج بمثل هذه الفتوى عندما لا يكون هناك قانون ينظم عمل المجتمع المدني فطبيعة الحال هي من الممكن أن نبرر خروجها بهذا الغلو وأيضا دعوتها إلى عدم شرعية كل هذه المنظمات أنا لست بقانونية بالتالي لن نستطيع أن أجادل في مدى الإلزامية من عدمها ولكن ربما كلنا نعرف أن هناك مركز قانوني قد تأسس للمفوضية وبالتالي لمنظمات المجتمع المدني ولا يمكن اعتبار كل ما يصدر عنها طيلة هذه الفترة هو والعدم سوى أما لماذا كيف ما أسلفتنا من الحديث وجدوا فرصة الفضاء الفراغ التشريعين التاج تعنت المجالس النيابية لاختلافها في ثلاث فترتين السابقتين أو مجلسين السابقين عن خراج أو عن سن قانون ينظم كل هذه الفوضى ويمنع عن تدخل السلطات الأخرى سوى السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية بالتالي قصور المجلس النواب عن أدائه لعمله بالشكل الصحيح هو الذي جعل المفوضية رقم واحد وجعل بالتالي منظمات المجتمع المدني رقم اثنين في مهب الريح يعني تتقضفها القسامات السياسية التيارات الدينية الأديولوجيات السياسية وما إلى ذلك لذا نحن فعلا في موقف حرش كمجتمع مدني حيال هذا الفراغ من جهة وحيال أيضا تمسك إدارة القانون بالتفسير بناء على النصوص التي موجودة إليه إلا هيا نعم اسمحي لي أن تقل الأستاذ رمضان معيتيج رئيس مفوضية المجتمع المدني مصراته سيد معيتيج ما أسباب تمسك منظمات المجتمع المدني بالقرار رقم 286 لسنة 2014 واسرد لنا القصة لماذا وصلنا إلى هذا الباب بالتحديد الآن هل منظمة المجتمع المدني والمفوضيات في حل من فتوى إدارة القانون أم أنها ستلتزم بما يأتي فيها وفي أي جانب نحن هنا في جانب قانوني أم في جانب رأي شخصي كما يقول ضيوفنا قبل قليل أنها يغلبها ومتأثرة برأي شخصي السلام عليكم دار للفتوى القانونية من كل مؤسسات الحكومية وأيضا كما تم سرد خلال هذه الحلقة هذه الاستشارة القانونية وهذه الفتوى القانونية جاءت بناء على رسالة موجهة من مجلس إدارة مفاوضة المجلس المدني في طرابلس وحولت بعد الحكم الصادر والحكم بالمناسبة حكم ابتدائي غير بات من محكمة جنوب بنغازي بإيقاف اللائحة 286 المتيرة للجدل أنا شخصيا أعتبرها هذه اللائحة متيرة للجدل وبالتالي قد تجد فيها إجابة ضمنا بأن منظمات المجلس المدني بل حتى فروح مفاوضة المجلس المدني وبعض من موظفيها متشبتين للغاء هذا القرار هذا القرار صادم من المجلس الرئاسي الأسوأ وبالتالي فيه كثير من اللغات لكن مع ذلك اتراما لإجراءات القضائية المحكمة قضت في الجانب المستعجل بإيقاف تنفيذ هذا القرار حتى يتم حسمه ونظر فيه بشكل نهائي من قبل القضاء فبالتالي حسب ما أعلم بأن المجلس الرئاسي المختص بتقديم الدفوع على هذا الحكم الآن قدم الدفوع ولا تزال القضية منظورة ولم يحسن فيها ولم يصدر حكم بات ونهائي في إلغاء المادة أو القرار 286 الصادر من مجلس الرئاسي 2018 من حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي قابل حكومة الوفاق الوطني وبالتالي قد نتفاجأ بأن القاضي المختص يعيد هذا القرار مرة أخرى مع كل ما فيه من المتالب وبالتالي هذا الأمر يترك بشكل تام وبدون أي تأثير من وسائل الإعلام ولا حتى من منظمات المجتمع المدني القضاء للفصل فيه وهذا ربما يتعارض بشكل شكلي مع الفتوى الصادرة من إدارة القانون مع كل احترامنا لهذه الفتوى أنا شخصيا وبالإستشارة مع عدد من القانونيين وكذلك من المتابعة لما تناولته الرأي العام خلال اليومين الماضيين وجدنا بأن هذه الفتوى مع كل الاحترام والتقدير تتمسك بالنص الجامد أو النص القانوني الجامد وفيها جانب كبير من الشهاد الشخصي كذلك فيها نوعا من التجني بقدر ما على منظمات المجتمع المدني عندما تأخذ التحذير بأن جزء كبير من منظمات المجتمع أو بعض المجتمع المدني قد تكون عندها نشاط مشبوهة وكأن يفهم سعود لك فقط أكمل هذه الجملة أكمل هذه الجملة أخي عبد الحكيم وكأن الأساس في هذا الأمر هو المنع والحجب على منظمات المجتمع المدني ونعرف بأن كل التشريعات أريدك أن تحتفظ بهذه الفكرة أستاذ رمضان المعتيق سعود لك بخصوصها لدينا محور فيما يتعلق بهذا الجانب لكن في الأثناء أسمح لنتقل من جديد إلى سيد رمضان العمامي الحقوقي سيد رمضان تقول لك الأستاذ عبير بنينم غياب المجالس التشريعية في الأثناء وفي الحديث عن اللائحة 286 صدرت شكاوى من جانب مؤسسات المنظمات الأهلية بحق هذه اللائحة تقول أنها مخالفة للأطر القانونية ولا أساس قانوني لها ومع ذلك هناك من يتمسك بها بسبب غياب قانون فأين المشرع سيد رمضان للأسف أخي عبد الحكيم المشرع غايب ليس فقط عن هذه المسألة ولكن عن كثير وكثير أولويات المشرع مختلفة في هذه المرحلة للأسف أولويات المشرع الآن يطول الحديث عنها خليني نركز أكثر على موضوع الحلقة أفضل من أولويات المشرع ومن دي ماذا غاب القانون ولكن حقيقة هو فعلا اللائحة يجب أن تصدر بناء على قانون والإعلان الدستوري نص على ضرورة وجود قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ولكن بسبب غياب القانون المجلس الرئيسي الأسبق اغتصب سلطات أو صلاحيات السلطة التشريعية من خلال إصدارها للائحة تنظم مسألة نص المشرع صراحة في الإعلان الدستوري على ضرورة تنظيمها بقانون وكان فيه شيء من التحايل في العبارات صدرت اللائحة في إطار تنظيم مفوضية المجتمع المدني ولكن في حقيقتها ومضمون محتوى اللائحة كانت تنظم أعمال المجتمع المدني وكأنها قانون ومن هنا بغض النظرة من هنا من الناحية القانونية الأولى أن هذه اللائحة هي غير قانونية بالدخول في تفاصيل ما تحتوي هذه اللائحة فهي كارثية كما أشار الزملاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأنها تضيق بدرجة عالية جدا ولا تمنح الحق والأصل هو المنح والأصل هو حماية الحق الأصل هو إصدار قوانين وتشريعات تعزز وتحمي حق تكوين الجمعيات والانضمام لها وعمل المجتمع المدني بإطار أوسع والاستثناءات هو وضع بعض القيود الاستثنائية وليس العكس نحن الآن في حالة هي معاكسة تماما طعم اسمحني أنتقل إلى سيدة آسيا الشوهدي انضمت إلينا أيضا في هذه المساحة أتدر لطالع على حضرتك سيدة آسيا إلى أي مدى كانت أو كانت اللائحة 286 مناسبة لكم كمؤسسة مجتمع مدني سيدة آسيا وما الضرر الذي لحقكم من جراء هذه اللائحة واللوائح الأخرى مثل اللائحة 16.05 لسنة 2018 وغيرها من اللوائح في ظل غياب قانون ينظم عمل منظمة المجتمع المدني تحياتي لحضرتك سادي صادل وتحياتي للحضور والمستمعين أهلا بك بداية نحن كمنظمات مجتمع مدني الكلام اللي ورد في المذكرة ما نعترضوش عليه أبدا بس فيما يتعلق بجزئية فقط جزئية خاصة يفترض أن يصدر قانون ينظم عمل المجتمع المدني كل المذكرة كانت مطالبها أحنين أيدها بس جزئية مهمة جدا وخاصة بنا كمنظمات المجتمع المدني اللي هي يفترض أن يصدر قانون ينظم عمل المجتمع المدني وإحنا طالبنا به قبل ما تطلب به دائرة القانون بالعكس إحنا كمنظمات مجتمع مدني طالب إزدار قوانين تنظم عمل المنظمات إحنا مش ضد القانون إحنا مع الضوابط والقوانين والمعايير ما نبوش نكونوا تحت الفوضى والارتجال وقرارات السلطة التنفيذية نريد قانون يضمن حقوقنا وحرياتنا يحافظ عليها يحمينا مش كل مرة يعني تطلع جيلها تبدأ في الاتهامات ضد المجتمع المدني تتهم فيه بالعمالة تتهم فيه بأنه هو ضد المجتمع ضد الدين فيه انحراطات إذا اصدر قانون يحمينا أي جهة تقول للكلام هذين نقدروا تكون مسؤولة على الكلامة ونقدروا نقضوه لذلك إحنا قدمنا كمجتمع بنا تقريبا حوالي عشر مشاريع قوانين كلها في أدراج البرلمان فما هوش دم بالمجتمع المدني إنك تحاسبوا وتقول علي إنه شرعي أو غير شرعي فالشرعية أو غير شرعية تقولها للبرلمان نعم وإحنا بالعكس كمجتمع مدني يهمنا أن يكون فيه قانون يضمن استقلاديتنا بالنسبة للمفوضية أحنا ما جد مثلنا الشيء بالعكس المفوضية زابت لأنه عندها مشاكل وعندها انقسامات ووقعة طاعة نستحطائلة للتسليف فلذلك إحنا كمجتمع مدني نطالب نفس الشيء بإصدار قانون يضمن وينظم عمل المجتمع المدني يضمن حمايتنا وفريتنا وفقوقنا وهذا من يختلف شعليات مين أنا في نظر طيب وإن دفاعنا على المنظمات المجتمع المدني أننا جزء مهم جدا الديمقراطية ليست انتخابات فقط الديمقراطية هي ركيزتها المجتمع المدني نعم أستاذ آسيا يزمن عنها في العملية الديمقراطية إسمحيلي 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 إحنا استمدنا شرعيتنا في غياب القانون نعم من عملنا على الأرض طيب سيد آسيا نفذكر أننا جمعيات نشأت من الأرض وموجودة على الأرض وبعيدة جدا على أي تجاذبات سياسية إسمحيلي إسمحيلي أعود من جديد إلى الدكتورة عبير بنينة دكتورة عبير كم مرة تم تقديم مشروع لمجلس النواب وبقبله مؤتمر الوطني العام ولماذا لم يأتي الرد ما أسباب عدم صدور قانون حتى اللحظة طيب هو حسب علمي على الأقل ثلاث مرات قدم مشروع قانون لمجلس النواب بداية من المؤتمر الوطني وأيضا هناك كان في محاولات من أيام من مجلس وطن الانتقالي على حداثته أيام أيضا المؤتمر الوطني العام كذلك عندما كنت على رأس فوضية قدمنا مشروع للقانون من جاء الإدارة فانية على رأسها سيد العبيدي علي العبيدي أيضا ذهب إلى التأكيد على نفس مشروع القانون مع مجلس النواب أيضا الإدارة التي تعلت ذلك الآن قد يبدو أنها بدأت تناقش أو أعلنت أنها سوف تناقش مشروع القانون إذن هي عملية مستمرة قد تفتقد للتراكمية ولكن هي عملية مستمرة ومحاولات مستمتة من كل من ترأس من فوضية المجتمع المدني لتقديم مشروع القانون ينظم عمل ويحلي المجتمع المدني لماذا لماذا لم يستجب المجلس البرلمان أو المؤتمر الوطني أو 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 دائما كانت الحجة بالرغم أننا عندما التقينا مع المستشار في مقر إقامته أبدى حماسة وأبدى يعني رابطا في أن يتم عرض هذا القانون ويتم البث في شأنه وأيضا عندما تم استضافة أعضاء اللجنة الشرعية في مفوضية المجتمع المدني أيضا أبدو حماسة لذلك وأبدو من التجاوب مع ذلك الأمر لكن لما هو دائما سوى عهد مجلس النواب حاليا أو مؤتمر وطني سابقا دائما الأولويات هي التي تصاق يعني لم يتم الإجابة لم يتم الإجابة بهذا الشأن يعني لكن التجاهل وعدم النظر بتاتا إلى هذا القانون لسببين قد يكون هناك دائما النظرة المؤسسات إلى المجتمع المدني على اتبار أن هذا مجتمع مجتمع عميل ومجتمع رديف للجوسسة ومجتمع للأسف ينقل قيم فاسدة من شأن يتفسد المجتمع هذا أعتقد أنه جزء كبير منه يحكسه هذا التجاهل من قبل المؤسسات التجاهية نعم اسمحي ليعود إلى سيد ربضان المعيتيق من جديد سيد المعيتيق ما هو مصير هذه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الآن هي لم تؤسس وفق القانون 19 لسنة 2001 ولماذا تم رفض هذا القانون أساسا من عدد من مؤسسات المجتمع المدني مصيرها سيبقى أخي عبد الحكيم لأن دعني وأفصل في هذه ثمرة من ثمار التورة السابع عشر من فبراير هذه الثمرة جاءت في عهد جديد في دولة جديدة وبمفهوم جديد لا علاقة للمجتمع المدني الحقيقي الذي نراه الآن بامتداد الجمعيات الأهلية وإن كانت هناك قوانين منظمة وفي المناسبة ليس القوانين رقم 19 لسنة 2001 فقط هو المنظم لعمل المدني في الدولة الليبية القانون رقم 20 ل2001 هو ينظم الجمعيات النسائية وشاهدنا الجمعية نعم القانون رقم 20 لسنة 2001 التالي للقانون رقم 19 ينظم الجمعيات النسائية بالتالي نحن نتحدث عن عهد جديد وجيل جديد والمادة 15 منحت هذا الحق الدستوري فوق القانون الدستور أبل كل القوانين وكذلك في تفصيل هذه المادة وضوح هنا ما أردت نتحد عنه في مدخلات السابقة قبل قليل عندما قلت لك بأن يبدو أن النصوص الجامدة أوقعت إدارة القانون في هذا الفهم ماذا تقصد بهذه الجملة أقصد عندما تذهب لفتوى معينة أحيانا عدم إصالك للصورة الحقيقية لواقع الحال قد تأتيك الفتوى مخالفة للنص الصريح بالتالي المادة رقم 15 تحدث على أن حق تنظيم أو تأسيس منظمات المجتمع والانضمام لها حق لكل المواطنين الليبيين ثم أردفت في الجزء الثاني من هذه المادة وقالت ويصدر يصدر يعني ليس صدر وليس أمر موجود واقع بل يصدر بتنظيمها قانون وهنا ما يعرفه الزملاء وكل من يتابع من المسؤولين في المجتمع مديني سواء في المفوضية وفي روعية وفي مكاتبها حتى مرؤساء مجالس الإدارة يعني المنظمات المجتمع المديني يعلمون بأن عملية التنظيم وأن دور الدولة في عهد فبراير مختص فقط بتجديل هذه المنظمات وقيدها وفتح ملفات داخل سواء نعم نعم اسمح لي أريد سيد رمضان العمامي يعلق على ما تتحدث عنه الآن ما قبل 2011 ليس كما من بعده ما تعليقك سيد رمضان في عجال في دقيقة حتى نخرج فاصل بعد بكل تأكيد القانون قانون رقم صعطاش صدر في بيئته صدر من سلطة لها توجهها ولها رغباتها السياسية وترجمت رغباتها في نصوص قانونية بعد 2011 المشرع لما أصدر الإعلان دستوري له رغباته في 2001 كانت الرغبة هي التضييق والقمع والسماح فقط بمؤسسات بعينها بالنشأ والاستمرار بعد 2011 كان هناك رغبة في حماية هذا الحق وفتح المساحة وبالتالي الوضعين مختلفين تماما وأيد كلاما نزمي لرمضان نعم اسمحوا لي وكذلك ضيوفي الكرام وكذلك مشاهدين فاصل قصير لستكمل من بعده هذه الحلقة من نسخة إلى الرأي العام ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين في نسخة إلى الرأي العام بعد صدور فتوى إدارة القانون حول ما يتعلق بوضع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية خرجت عدد من الآراء القانونية حول هذه الفتوى في العرض التالي نشرح لكم عدد من هذه الآراء القانونية حول فتوى إدارة القانون نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 إدارة منظمة منابع السلام سيدة آسيا الآن الفتوى صدرت ولكن القانون لم يصدر في الأثناء كيف أو ماذا على مؤسسة المجتمع المدني فعله لاستمرار عملها دون تضييق من المادة 286 ودون إلغاء لوجودها من قبل فتوى إدارة القانون ودون إصدار القانون في نفس الوقت بالنسبة لأجسامنا كمنظمات المجتمع المدني نحن اشتغلنا بموجب قرارات بموجب بشكل شرعي نحن عندنا إدن مذاولة وقرارات إنشاء وأختام ونشتغلوا وكل مرة المفوضية تطلع في تعليمات نتبعوا فيها ونحن تحت الشرعية ما معنى في اللحظة هذه تطلع لا يجيش هذا مشحف تقول من الآن فصاعدا ممكن من الآن فصاعدا كل ما تشير لكن تشير بأثر رجعي في السابق كل ما نغي فهذا غير عقلاني تقول من الآن فصاعدا على البرلمان أن يقدر قانون ينظم عمل المجتمع المدني هذا هو العقلاني والصحيح أشرت إلى نقطة مهمة سوطنا لي المطالب هادي وما ورد في المذكرة نعم أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ آسيا يعني نقل إدارة القانون التاريخ إلى 2011 مش من الآن وصاعدا أنقل هذه الفكرة لسيد رمضان معيتيك سيد رمضان لماذا العودة إلى الوراء تقولك سيدة آسيا لماذا العودة إلى 2011 حتى الآن ماذا عن التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية من خلال اللوائح والقرارات المنظمة التي أصدرتها الجهات التنفيذية أليست كافية وحدها إضافة لذلك نحن على علم بما دار بينكم وبين وزير الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية فما رأي الجهات التنفيذية في رأي إدارة القانون الآن سيد رمضان معيتيك أخير بعضي نعم هي نقطة في غاية الأهمية بداية دعني أبدأ من الإعلان السوري وأفصل ما بين مسألة الحق التي منحته المادة 15 لكل المواطنين في تأسيس منظمات المجتمع المدني وكذلك الانضمام لها ثم مسألة دور الدولة التي تكفلت الإعلان السوري بأن الدولة كفلت بأن تنظم هذا الأمر في قانون يصدق وليس قانون صادق النص القانون رقم ساعتات 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 واحد والقانون رقم 20 ساعتات ساعتات واحد كانت موجودة عند مصادر الإعلان الدستوري ولكن مع ذلك قال يصدر بتنظيمها قانون لأن المادة 34 من الإعلان الدستوري والتي فسرتها بشكل أنا حقيقة تعجب منه إدارة القانون تقول بأن كل النصوص القانونية ذات الصبغة الدستورية التي تعد منغاء القانون رقم 19 من ضمن القوانين المجمدة لأن على سبيل المثال هذا القانون كما ذكر زميل رسد أرمضان في عهد غير العهد وفي عصر غير العصر وإهداف غير الأهداف أيضا القانون يروج لتورة الفاتح من ستمبر واللجان التورية وكذلك في القرار 73 صادر من وقت بن شعب العام لسنة 2002 الذي وضع لايحة تنفيذية القانون رقم 19 تقول بأن الجمعيات الأهلية أن تلتزم بما أقرته المؤتمرات الشعبية الأساسية فمن أين آتي لها الآن بمؤتمرات شعبية أساسية لكي تتوافق مع قراتها الآن ونحن في سنة 2023 وفي عهد دولة فبراير فكل التشريعات نتيجة غياب الدولة الليبية لا تمنع حق الدستوري حتى لو اضطرت هذه المواطنين إلى تسجيل منظماتهم بشكل عرفي فهذا حقهم كفرهم لهم الدستور وتواني الدولة عبر أجهزات التشريعية والتنفيذية بإصدار تنظيمات وقوانين فقط لغرض تسجيل هذه المنظمات وصرف أرقام قيد لها للاعتراف في تعاملات العقومية وعقد الشركات معها فأيضا هذا أمر آخر لا علاقة له بمسألة الإشهار ومسألة التأسيس فهذا من حق المنظمات بالتالي ما ذكرت سادة آسيا في هذه الجزئية تحديدا يعني التشريعات الصادرة سواء منذ أن تولى سيد عبد الرحيم الكيم عندما أصدر مركز دعم منظمات المجتمع المدني أو عندما جاءت حكومة زيدان والمقترح الذي قدم من وزير التقاف على ذلك سيد عبد الحبيب الأمين يعني بخصوص التشريعات بالكامل المنظمة لمفاوضة المجتمع مدني ومنظمة للعمل المدني ثم دخل مجلس الوزراء في حكومة الوفاق بإصدار المادة 286 كلها طالبت هذه الجمعيات وهذه المنظمات بتعديل وضعها وفق هذه القرارات مع كل الطعف وعدم وجود قانون كمنصة المادة 15 لكن هذه التشريعات عندها قرينة شرعية وهي حاكمة لأنها صادرة من إدارة الدولة وكل من يخالفها يتقرض للعقوبات وبالتالي ما علاقة منظمات المجتمع المدني بمثالته هذه الجهات الحاكمة في الدولة الليبية لكي الآن تتحمل تبعات هذا القصور أنا أرى مسألة التنظيم شيء ومثالة الحق الدستوري شيء آخر نعم سأعود لك في مسألة لقائكم بوزير الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية لكن اسمح لي انتقل لدكتور عبير دكتور عبير في الوقت الآن مع هذا الجدل يعني الرأي يقول بأن فعلا المؤسسات المجتمع المدني ده أدخلت بعض من المنظمات الدولية المحسوبة استخباراتيا والمشبوهة في التمويل وكل هذا الجدل الحاصل على المؤسسات في حد ذاتها كيف يمكن الفصل ما بين المؤسسات المجتمع المدني الحقيقية في البلاد وتلك المشبوهة التي شوهت صورة المؤسسات المجتمع المدني حقيقة أنا سوف أتحدث يعني من خلال دوري دوري كعضو أو رئيس لمنظمة المجتمع المدني وأيضا دون أغفال مهامي سابقة التي كنت حينها أترأس مفوضية المجتمع المدني طبيعة الحال البداية الأولى إذا لسؤالك ربما نقول أن هذا هي المسؤولية الحقيقية لمفوضية المجتمع المدني بناء على ضوابطها وبناء على لوائحها هي عليها أن عندما تمنح الترخيص لمنظمة دولية بالدخول إلى ليبيا والعمل في ليبيا على المفوضية أن تتابع عمل هذه المنظمات سوى المنظمات الدولية أو أيضا المنظمات المحلية كيف تتابعها بالتقارير الشهرية أيضا بإلزامها بتطبيق أو بإمداد المفوضية بتقارير مختلفة خاصة تقارير المالية كل هذا الأمر من الممكن أن أقول لك أن هذا من مهام المفوضية ولكن البعيد عن المفوضية يرى أن هذا لا تقصير من المفوضية لكن عندما تقترب المفوضية وتجد أن المفوضية لا كادر وظيفي حقيقي فيها يستطيع أن يتبنى كل هذه الوظائف نستطيع أن نتفهم السبب نستطيع أن نفهم لماذا تعجز المفوضية عن استمرار المتابعة لهذه المنظمات سوى الدولية أو أيضا المحلية هناك كادر المعني بهذا الأمر تجد أن شخص واحد أو شخصين لهم فقط مهام متابعة 5000 منظمة مجتمع مدني ناهيك عن المنظمات الدولية الأخرى بالتالي إهمال تطعيم أو إهمال بناء قدرات موظفين مفوضية المجتمع المدني في كافة مراحلها وفي كافة مجالسها الإدارية وأيضا خاصة التحدثون عن مفوضية الشرق الذي لا يوجد لديها أي إمدادات مالية أو تمويل مالي أو أي مساعدة من أي كان طبيعة الحالة كيف من الممكن أن تجعل الموظف يهتم أو يستطيع هناك من يهتم حقيقة أن يحييهم هذا المنبر يستطيع أن يلم بكل عمل هذه المنظمات بالتالي صعب جدا إذا أردتنا نحن أن يكون العمل على تم وجه علينا أن نبني القدرات أولا يجب علينا أن نمول ونعطيهم المال لأن المال مهم جدا في إدارة المؤسسات هذه جزئية عفوا بس جزئية ثانية أيضا في عملية الترخيص للأسف في فترة من الفترات كان هناك صعوبة إذ لم يكن هناك منع تام للمنظمات المحلية لفتح حسابات داخلية تمام داخل ليبيا الأمر الذي دفع العديد من المنظمات في الخروج بحساباتها إلى الخارج على اعتبار أنها تكون حسابات شخصية لأنه فتح حسابات خاصة بالمنظمات في الخارج خاصة في تونس والله في مصر ممنوع إذن أصبح هناك الحسابات الشخصية يختلط فيها الحسابات المنظمات الدولية وسببت أيضا مشكلة عندما جلسنا في فترة من فترات مع المسؤولين على هذا الأمر وعلى هذا المنع يعني فعلا هم أضاعوا من يديهم فرصة أنك أنت تراقب الحسابات تدخل المنظمات إذن هناك قصور هناك إرباك مؤسسي وأيضا على مستوى السلطة التنفيذية كذلك والسلطات الأمنية أيضا نعم اسمحي لي أنتقل من جديد لسيد ربضان العمامي سيد العمامي ألا يكفل الإعلان الدستوري المؤقت وحده في مواده سبعة وخمستاش الحريات الأساسية وتكوين الجمعيات وبرضمات المجتمع المدني بتكفله الدولة أيضا وحده ألا يكفي لا هو وحده بكل تأكيد لا يكفي يلزم معه قانون ينظم هو وحده ضامن هو وحده أساس وقاعدة أساسية لحماية الحق لكن ذلك لا يعني بأن الرأي القانوني الآن سيلغي كل الجهود المبذولة من قبل مؤسسة المجتمع المدني إذا كانت دولة تكفله وفقا للاندستوري صحيح؟ لا هو أنا زي ما أشرت لك في البداية أولا مؤسسة المجتمع المدني التي أسست من 2011 إلى الآن تسبت مراكز قانونية هذه المراكز القانونية محمية ولا يمكن بسهولة بمجرد إصدار فتوى إنهاء كل هذه المراكز القانونية لأن لها تابعات ولها كثير من التفاصيل داخلها ولكن في نفس الوقت المادة الرابعة بوضوح وهذه أنا نقطة أخطأت فيها حبيت أني أنا أن نوضحي المادة السادسة من اللائحة التنفيذية والاستراب على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء إدارة القانون في فقرته الثانية ينص بصراحة على أن إلزامية الفتوى تكون فيما يتعلق بشرح نص قانوني نحن الآن لسنا بصدد شرح نص قانوني فبالتالي هذه الفتوى هي فتوى غير ملزمة ولكن الأخطر هو ليس الفتوى بحد ذاته الأخطر هو تابعات الفتوى لأن هذه الفتوى قد تثير شهوة الكثير من المؤسسات الأمنية الكثير من الأجهزة الأمنية التي توجهها واضح في استهداف وقمع المجتمع المدني وبالتالي قد تلجأ إلى تصعيد الاستهداف وتطبيق بعض نصوص قانون العقوبات التي فيها عقوبات مجحفة جدا فيها عقوبات وضعت في إطار زمني في وضع سياسي معين يشابه وضع قانون 19 التي نحن ضدها فبالتالي حتى وإن كانت هي غير ملزمة إلا أنها خطيرة جدا جدا ويستنزم معها وقفة جدية يستنزم معها خطوات واضحة ابتداء من الطعن أولا دستوريا في قانون بقم 19 المطالبة من إدارة القانون وفق المادة الرابعة أيضا من اللائحة بإعادة النظر في هذه الفتوى وطلب اجتماع جمعية العمومية اجتماع جمعية العمومية وشين الحال سيد رمضان العديد من الحلول الأقرب للتطبيق على الأقل الأقرب للتطبيق هو مطالبة إدارة القانون بالعدول عن الفتو مطالبة إدارة القانون وفق المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لها أن رئيس الإدارة أنا صراحة من هذا المنبر أتمنى من فوضية المجتمع المدني اللي طلبت هذه الفتوى أن تطلب توضيحات أكثر لهذه الفتوى وأن تشير إلى الإشكاليات الحقيقية لسببتها هذه الفتوى وأن الفتوى في حقيقتها عمقت الأزمة أكثر من أنها وضعت حل أو أنها اقترحت حلول وبالتالي يوجد هذا كخطوة أولية ولكن أيضا طعن على القانون في حد ذاته قضي الموضوع له جوانب قانونية كثيرة القانون نفس أصلا محل جدل هل هو غني وفق الإعلان الدستوري في نقطة أيضا مهمة هل هو ملغي وفق قانون العدالة الانتقالية الصادر في 2013 على اعتبار أحد القوانين التي كانت تمثل توجهات الدولة الموضوع مليان من تفاصيل إدارة القانون فقط قالت قانون رقم 19 عملاء الغوم هذا أمر غير منطقي اسمح لي أن تقل سيدة آسيا سيدة آسيا الآن مجلس النواب لم يلتقف هذه الفتوى ولم يعمل بقانون جديد لكن في المقابل مؤسسات المجتمع المدني عند الحديث بهذه الجملة هي فتفاضة كثيرا يجب توضيحها على الأقل هل يجب تصنيف مؤسسات المجتمع المدني كل حسب تخصصه أم العمل الوفق هذا الإطار المفتوح هو كاف بالنسبة لكم أكيد نحن بالنسبة للبرلمان العديد من القوانين والذي نحن قدمناها ليس في غرب ما يخص في عجالة وسمحتي أستاذ آسيا في عجالة وسمحتي لأن قارب وقت البرمج على النهاية نحن نحضر من تسيس أحكام القضاء محاولة التضييق على العمل الأهلي وتجميدة لصالح السلطة السياسية هذا أمر مرفوض نحن دفاعنا على العمل الأهلي أن نكون روافق للعملية الديمقراطية أنت تعرف أن المنظمات المجتمع المدني هي وصيف بين المواطن والدولة هي التي تتأمل للأفراد فرصة المشاركة والتعبير وتسريع التحول الديمقراطي الدخول فيها يعني تتبر رجعنا لعصر الدكتاتورية وغلق الأفواه تتبرلها قوانين تضبطها قوانين نحن نحن نردها نحن نردج القوانين نحن نتمنى القوانين تصدر في بعض المجتمعات تقيم المجتمعات وتقاس بمدى انتشار المنظمات الغير حكومية تعتبار أن مصلحة الفرد الخاصة لا تتجزع المصلحة العامة مشاركة المواطن في الوطن وبيئة ومجتمعها حق أصيل حق المواطن أشكرك أشكرك جزيلا شكر سيدة آسيا الشوهدي شكر للضيوف بالكامل رئيس مفوضية المجتمع المدني السابق الدكتور عبير منينا رئيس مفوضية المجتمع المدني مصرعة سيد ربضان المعيتيج الحقوقي سيد ربضان العمامي ورئيس مجلس إدارة منظمة منابع السلام سيدة آسيا الشوهدي شكر موصول لكم أيضا مشاهدين أينما كنتم على كرم المتابعة لكم مني عبد الحكيم بن عثمان كامل التحايا ومن كل فريق العمل نمتم في إمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة